استقبل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمي رئيس أركان القوات التنزانية الفريق أول فينانس سلفاتوري مابيو والوفد المرافق له و أبحث الطرفان أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين و سبل تعزيز ذلك التعاون في المجالات الأمنية والشرطية والحماية المدنية و ذات الاهتمام المشترك و قال اللواء الركن الحواتمي جزءا مهما من الاستراتيجية الأمنية قائم على التعاون وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن في مختلف دول العالم و نتطلع اليوم لمزيد من ذلك التعاون مع الجانب التنزاني و نضع كذلك خبراتنا و إمكاناتنا التدريبية كافة أمامهم للاستفادة منها من جانبه أثنى الفريق أول مابيو على التعاون القائم مشيرا إلى أن اللقاء سيمهد لمرحلة جديدة من التعاون في المجالات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين و تنعكس على مستوى الأداء و القدرات